شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها الممثل المصري يوسف الشريف تصدر حديثة رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ولكن ليس بسبب نجاح مسلسله الأخير النهاية مسلسل النهاية الذي عرض في رمضان الماضي صنف الأفضل بين عشرات المسلسلات في استطلاعات الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي وزاد من شعبية الشريف بالك المسلسل وهو يعتبر أول عمل مصري بفئة الخيال العلمي ينتج في مصر في أحد المشاهد المسلسل لاحظ المشاهدون بأن هناك نقلة أو قطعة في أحد المشاهد تم حففها وهي أثناء حمل الممثلة سهر الصيغ ليوسف الشريف حتى تدخله إلى السيارة لاحظ المشاهدون مشاهدين بأن هناك أجزاء محذوفة من المشهد أثناء قيام الممثلة بحمل يوسف الشريف كي تدخله السيارة فبدأ المشهد أو بدأ المشهد بشكل ينقصه التسلسل في الأحداث في لقاءة تلفزيوني تساءل المذيع رامي رضوان عن السر وراء ظهور المشهد بتلك الطريقة فأجاب عن ذلك السؤال يوسف الشريف حقيقة الأمر أن فيه جايز قيود شوية أنا بحطها لنفسي زيادة عن أي حد تاني آه ده واقع ودي حقيقة حتى لو وصلت لدرجة العقود آه دي حقيقة بس دي حقيقة بقى لها عشر سنين أو أكتر يعني الكلام ده من بعد فيلم هي فوضى اللي هو انتاج 2007 2007 آه يعني بدأت بدأت أفكر بالطريقة دي ويضيف الشريف أن تلك القيود التي فرضها على أعمال الفنية تخص مشاهد معينة لا يحب أن تكون ضمن عمله الفنية ما بستريحش خالص ما بحسش أن ده صح بالنسبة لي أن مثلا يبقى فيه مشاهد فيها مشاهد ساخنة مشاهد فيها قبولات مثلا مشاهد فيها أحضان ما بحسش أنه صح بالنسبة لي كده وجهة نظري كده وبتبقى في الحياة بتبقى على نفسي بس بدأت أحط قيود في كلمة العقود دي تقالت علشان خاطر أنا أول ما حاولت أطبق ده وجهت المشاكل كذلك أوضح الشريف خلال نقائه بأن قراره خاص به ولا يفرضه على أحد وأضاف هذه حرية شخصية وأنا لا أضر بأحد ولا يجب التعليق على هذا الأمر مجرد طرح هذه الفكرة للنقاش يمكن أن يسيء لزملائي الذين يطبقون هذا الأمر دون الحديث عنه حديث الشريف إنعكسها على تعليقات المغردين بين مؤيد ومعارض دعونا نذهب إلى تغريدة زنزونة صح والله آه بيرفض أي ملمسة ولو قال كده حد لي حاجة عنده نجم على مدار السنين دي كلها من غير مشهد حتى سلام بالإيد لو مش واخدين بالهم يراجعوا أعماله من أول بطولة أما هنا تامر محمد فله تدوينة في نفس السياق يقول إنسان محترم وأعمالك هدفة بالمعنى الكويس وليس بالمعنى المحرف بصراحة يريد زملائك يحطوا الصورة دي قدامهم لو حابين نقدم رسالة لمجتمعنا ميدو تغريدته هو المفروض على طريقته يغض البصر عن أي فنانة زميلة وقت التصوير وميبصش في عنيها ويكتم ودنه عشان صوت المرأة عورة ويحجب مراته بالمرة عشان الكلام اللي بيقوله يبقى راكب على بعضه ماذا يقول هشام عواد في تغريدته يمكن الراجل عارف من زمان إن الستات بتنقل كورونا أسرع فمحافظ على عدم التلامس يقول ذلك مازحا لكن ماذا عن رأي الوسط الفني كيف كانت تعليقات العاملين بيح هنا كلام للناقد الفني طارق الشرناوي معلقا يوسف الشريف يطبق ذلك على نفسه وأعماله ويفرضها على العاملين معه أيضا فلا ترتدي الممثلات لباسا عاريا الشريف لديه الصلاحية لفرض ذلك لأن النجم هو صاحب القوة في تسويق العمل أغلب النجوم يطبقون ذلك بدون إعلان ولكن الشريف أعلنه بشكل صريح أما المنتج السينمائي محمد العدل فقد سخر من تصريحات الشريف فكتب عبر فيسبوك يقول المنتج محمد العدل أنهينا تطبيق السينما النظيفة وبدأنا في تطبيق مرحلة عدم التلامس الشريف رد على الانتقادات التي وجهت له وقال أن ما جرى هو تحريف لتصريحاته ولكن ماذا غرّد يوسف الشريف مش عارف إزاي كلمة المشاهد الساخنة تحولت لملامسة النساء عموما لازم نفترض حسن النية لكن مشاهدين خلال العقدين الأخيرين انتشر مصطلح السينما النظيفة وهو ما يطلق على الأفلام التي قدمها جيل جديد من الشباب الذين سطع نجمهم سويا واحتوت أفلامهم على القليل من القبولات الموجدات